السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الكترونيون الكترونيو 2024 اليوم موضوعنا هو عن المعدود والغير المعدود الاسم المعدود والاسم الغير المعدود countable and uncountable وهذه الكلمة أسطن هي منظمة الكلمة تلطيتكم إيها بالشواذ أنه تبدو بحرف سي لكنه تنفى أو تعكس باستخدام اليوان uncountable طبعا هذا الموضوع مكتوب بهذا الطريق تلطيتكم هنا خلينا قبل كل شي نروح للغاية قاية مالتنا ونشوف نطلب منكم هذا المثال مثلا هنا عندك يعني تلقى مثلا بوك بوكس فالويندو أكيد يعني أنا مطلوب من عندي أجمع فصير عندنا ويندوز هاي ضفت اس مثلا أجي بوك بوكس عرفت يريد جمع لكن توث هذه الكلمة من كلمات الشواذ باللغة الإنجليزية فصير عندنا تيف يعني نريد نوصل فكرة أنه قاعدة تجمع باللغة الإنجليزية هي ضافة اس تجي تضيف اس للإسم رح يصير جمع ما تضيف لس يعني ممكن يكون كلمة شاذة أكيد أنا مثل ما قلت لكم دائما تقريبا عندي اللغة الإنجليزية من خلال تجربة هي شواذ مدى إمكانيتك بالحفظ بالتكرار كل ما تمر عليك كلمات لازم تحفظها وإلا ما كو إلها قواعد يعني القاعدة الأساسية نضيف اس بالجمع خلص يعني ما كو مشكلة لكن مشكلتنا وين أنه عندنا اسماء شالده ورح نكتبه نحن على صفحة طبعا بوك بوكس ووتر هنا نجي هذه الووتر يعني أنا خالها بس لأغراض حتى أبين فتشغلة أنه ما يصير تقولها ووترز ووترز إلا بحالة تقصد المياه المياه أقصد أنهار وبحار يعني إذا عندنا أنهار وعدنا بحار هذه نقدر نقول للمياه المياه الأقليمية المياه الدولية الأخرى فممكن نقول ووترز وهذه الكلمة موجودة عندنا بقطعة الجيش موجودة إن شاء الله بيونت الثالي فمناخذها رح أذكركم بها يقول بروتكت أور ووترز الجيش يحمي مياه هنا في يجي واحد يقول الووتر ومو تقول ما ينجمع أي ما ينجمع لكن احنا هنا هيش لأغراض الشرح فقط فهاي الكلمة مرح تجمعها ولا إليها ولا رح يجيبوا لك أصلا ووتر يعني مرح تنجمعها وإذا في حالة مدرس يريد يجيبها اكتبها نفسها يعني هما رح تنجمع هاي الكلمة هيش مجرد لأغراض يعني الشرح فقط لكن احنا ردنا نوصل فكرة أنه احنا نضيف اس للكلمة أو للاسم بالذات حتى يكون اسم جمع أما عدنا الشواذ هسا نكتب مفد شوي يعني الشواذ طبعا اللي يعتمد عليها هو بالكتاب أما هنا هوا يعني كلمات حتى هي مفردية جمع هاي ما رح تدخل بموضوعنا الموضوع هو بالأساس يعتمد على المحددات المحددات أدنى يعني كلمات أنا مثلا أرد أقول هواية أرد أقول شوية أرد أقول عدد كثير عدد قليل عدد صغير كمية كبيرة كمية قليلة هذي شو نقوله يعني حتى احنا هنا نقول الكثير من المال القليل من المال الكثير من المياه القليل من المياه عدد كبير من الناس عدد صغير من الطلاب إلى آخرين هاي المحددات يعني تحدد لي كمية وعدد اللي يحجي عنه يعني أقول يوجد طالب في الصف يوجد أربع طلاب هاي الأربع صارت محددة يعني حددت لي عدد الطلاب بس إذا ما عرف عددهم فأقول يوجد العديد أو الكثير من الطلاب في الصف طلاب في المدرسة يوجد الكثير من الناس في الحفل إلى آخرين فراح يكون عندنا نحدد العدد والكمية هذه هي المحددات اللي متوفرة عندنا ألا طوف وطبعا هو هذا الموضوع يستند بالأساس على كلمات ومفردات مرت علينا بالنصائح العشرة اللي شفتوها نصائح الصحية مثلا don't smoke or drink plenty of water don't drink too much coffee فإحنا عندنا مثلا some take some exercise ذني موجات a lot of some few or a few هذه little or a little على أقول ذلك little many, much, any, plenty of وغيرها طبعا هو محددات حتى بنظم إنها الأرقام نحن مثل ما نقول نحن اللي راح نهتم بهم هما ذول فقط هما the few طبعا هي the few the letter اللي راح نهتم بها و the money و the much ذني اللي راح نهتم بهم أي شغلات ثانية عوفة يعني ما راح تدخل عندك كلاب الوزاري ممكن نقول مدرسة أي أوكي بالمدرسة راح نشوف احنا the sum و the any بعدين أرجع على هذه the any يعني عندنا و sum و ممكن يعني نجيبها بمدرسة بس the lot of plenty of لن يكون مفردات enough مثلا عندنا هاي مفردات يعني ما لها علاقة بال أو تاخذ المعدود والغير معدود فلهذا ما راح نقدر نحددها بصيقة معينة فنجي لازم نشوف احنا هاي محددات و الاربع ذولة اللي لونتهم باللون الأصفر ذولة راح اثنين منهم يجون ويا المعدود يعني the few ويا المعدود خلا اضيف لها a a a و the little غير معدود the many معدود the much غير معدود بس انا لازم بالبداية اعرف شنو المعدود المعدود كل كلمة لاحظ انا لحظت يعني اعرفها حسب تعريفنا ايلا بالكتاب ولا يعني نوعا ما مو كل شي راح نقولها ويعتبر مو مو يعتبر صح بس اكوع و هاي امور المفروض ما نقولها بها الطريقة على العموم كل كلمة واللي هي بالاصل راح تكون شنو كل اسم احنا نقول تنتهي باش تنتهي باس يعني ان الاس بلا انتهى باس او اس بشكل عام او جمع شاذ احنا مو كل الكلمات نقدر او الاس ما نجمعها بالاس او مو كن يقول عندنا جمع شاذ يعتبر يعتبر معدود يعني مثلا بوك هذي مني تقولها بوكس هذي معدود مثلا من من نجمعها تكون جمع شاذ من احنا احنا راح نجي نقول من هذة الشوازن اللي راح نعتمد عليهم ونعرفهم هذة معدود يعني المعدود هو كل كلمة انتي باس او هي جمع شاذ مثلا من الجمع الشاذ خلي نجي نكتبهم احنا بس اصبحوا لي خلي امسح هذي الجمع الشاذ هم المين اللي هي رجال عدنا ومن اللي هي نساء عدنا children اطفال عدنا people ناس هذا جمع شاذ عدنا teeth وذني لح نقول عليهم الكلمات باللون الاحمر او الاسماء اللي باللون الاحمر عدنا foot رصير feet هذول اللي راح يعني اذكرهم اما غيرهم اكو هاية اكو اكسن اكو كلمات ما تجمع ولا يعني لها مفرد و جمعها نفس الشكل هذول مين جايين؟ هذول جايين بالاصل من خلي نغير اللون هنا يعني المان مثلا عدنا هذا جمع شاذ ما يصير مانز الومن ايضا هذي راح تكون يعني هاي بالازرق هو الاصل الكلمة تشايلد تجمع مالتا تشيلدرن البرسن هذي برسن طبعا اكو قسم يجمعون البرسن يقولون برسنز يعني مقبولة هاي الى حد ما لكن احنا حسب كتابنا ردنا نقولها people السن اللي هو التوث والفوت هذي فوت الصغير فيد فاحنا راح نهتم بيمن؟ راح نهتم بذولة اي كلمة تنتهي باس او وحدة من ذن الكلمات وبالذات كلمة people لين هي الوحيدة اللي يستخدموها بالوزاري وبالكتاب فاي كلبة من ذولة انت تحسبهم معدود احنا لاحظنا ما دخلنا بالموضوع بس دا نعرف شنو المعدود؟ هو كل كلمة تنتهي بالاس يا كلمة هي الاسم بعد او من الجمعة الشاذي اللي هما باللون الأحمر ظل لازم تتعرف عليهم زيان واللي مو من عندهم فهذا يعتبر غير المعدود يعني ما يحتاج احنا نقول ما هو الغير المعدود هو كل كلمة لا تنتهي باس ولا من الجمعة الشاذ هذه هو الغير المعدود ثق bewES اطفال هاتل الغير المعدود هي الغير المعدود سبgio hab A سب ap المجال ثق ايضا فالس ممكن كان يكس المدد ثق استخدم الماني ممكن نستخدمه فيه ما نلقاهم رح نروح ونلجأ إلى أنه نعتبرهم غير معدود ونختارهم ماتش ولا طلب يعني مثلا إذا نطاني الماني اللي هو معدود وماتش اللي هو غير معدود فهذا نسميه إحنا مختلف هذا أليت أفيه وتجي معدود وأليت أليت تجي غير معدود أيضا هذا نسميه مختلف بعدين نفهم شلو مختلف وأيضا عدنا مشابه فأنا على العموم شلون أجي أختار يعني أنا هسي طوني ماني وماتش طوني مثلا أفيو أليترل هذي نسميه مختلف وعدنا لما يكون مشابه يعني الماني ويه المعدود والأفيو ويه المعدود الماتش ويه غير المعدود والأليترل ويه غير المعدود فهي هذا الموضوع فقط يجي اختيارات ويجيبها الطريقة لو يجيب لك الاختيارات بالقوس مختلفة لو يجيبها متشابه يعني نحن 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 على الاختيارات ذنية متشابهة فيأما يكون عن اختياراتي مختلف أو متشابه يعني يأما ماني وماتش يأما أفيو أليترل كل واحدة مجموعة يعني مجموعة المعدود ومجموعة الغير معدود هذا معدود وهذا غير معدود باللون الأسود إذا أجمعهم اثنين هم اللي بلون الأحمر الماني والأفيو فنقولهم اثنين هم معدود فيصيرهم متشابه أو يجمع لي الغير معدود والغير معدود الألتل والماتش بنفس القوس هذي شو رح أختارها قلنا الموضوع يجي فقط اخيارات فانطوني نافترض انطوني ماني وانطوني ماتش أجي بكل بساطة أشوف بعد القوس بعد القوس مثلا كاتبيلي فرينز هذي فرينز فاني هاي الكلمة بيها اس منتهية اختار ماني لان انا اعرف الماني يجي ويه المعدود زين كاتبيلي مثلا وارك عمل الورك بدون اس ولا هو من ضمن ذن الكلمات هل من ضمن هاي الكلمات كلمة وارك؟ اذن هو غير معدود وعليه رح اختار ماتش هذي الطريقة ماتش رح نمش عليها نجي نباوع بعد القوس اذا اختياراتي مختلفة نشوفه هنا بعد الاختيارات هل عندي كلمة منتهية باس؟ او من ذولة فتكون معدود ما عندي كلمة بيها اس ولا من ذولة تصير غير معدود واختار مثلا ماتش زين اذا نطوني افيو واللتل نفس الحالة مثلا خل نختار غير اسم نقول مثلا عندنا تايمز هاي تايمز بيش منتهية منتهية باس؟ او خليني اجيب جمع شهاد برضا فرضا انا كاتبي لي people هذي people اباوع انا عندي people هي ما بيها اس لكن هي من ضمن منو من ضمن الموجودين باللون الاحمر واللي هي هذي people فبهالحالة راح اجي اختار افيو زين ممكن كاتبي لي space space طبعا انا احاول استخدم الكلمات اللي هما يعني يستخدموها بالكتاب اصلا فspace هل منتهية باس؟ لا هل هي من ضمن هذه الكلمات الموجودة عندنا؟ من ومن تشلدرن بيبول تيس فت او فت لا اذا انا بالحالة راح اختار اللتل لاحظتوا اذا اختياراتنا مختلفة مختلفة يعني مجموعة معدود ومجموعة غير معدود باوعولي بعد القوس طبعا ممكن تكون مباشرة بعد القوس ممكن يعني مثل هسه هذه ممكن يعني تكون ثاني كلمة ممكن بالاخير المهم احنا دا نبحث عن اسم معدود هو هذا اللي راح نتعامل به فاذا كان بعد الاختيارات كلمة بيها اس او من الجمع الشاذ راح اصير عندنا معدود اما اذا ما بيها اس ولا هي من الجمع الشاذ فراح يصير عندنا غير معدود زين اذا جابها معدود يعني انا نطعني مني ونطعني افيو وفرضا كاتب لي بوكس هنا هذه بوكس من تجي تباوحها هو المني ويا من يجي يجي ويا المعدود والأفيو هم تجي ويا المعدود زين هاي الكلمة هي بالاساس منتهي باس او ممكن جمع شاذ فاللي يختارها فيو اقول له صح واللي يختار مني اقول له صح لكن هذا خلاف المنطق احنا نقول عليه شي مو منطقي انو انا اجيب لك اختيارات ايش تختار هي صح ما كي تشي فبالحالة لازم اكو فيك بالموضوع شنو هي انو احنا بعد من باوع بعد القوس هذا مثل ما تشتنا باوع قبل شوية هنا شالت تخدمني اذا كان مختلف شان عدي مختلف هسا انا عندي مش شابه من متشابه تعال شوف لي جمولتك وين تباوع تباوع لي قبل القوس هنا هذي بداية الجملة تشوف بي هنا في مثلا نوت لو تكون مثبتة الجملة يعني مثلا مكتوب اي هافنت اي دونت هاف اي شي دازنت الاخري يوم الصنت مثلا يعني الان بنفي بشكل عام ده احتي فذلك او يعني اختصارها مثلا دونت هذي اذا موجودة نفي فاحنا نختار المني اذا الجملة مثبتة اختار لي افيو يعني من تنفي الجملة اختار الهواية شنو الهواية المني المني خلي اكتبها هواية يعني هواية متقراها هي هواية هواية ولا فيو قليل خلي سبب هالمعني حتى تعرف لي هواية وشوية خلو نختارها قليل ونكتبها شوية هاي شوية زي عيني فاذا تشالت الجملة ما لتكنفي اختار الهواية واذا تشالت مثبت هذي اختار لشوية وانطيك مثال احنا نستخدمه انا دائما اقولها بالمحاضرات وغلب بالفيديوهات كلها اقول اذا احنا متأخرين عن شغلة معين ويردوني يقولوا لي يلا استعجل فيقولوا لي استعجل ما عدنا وقت هواية لو ما عدنا وقت شوية فأكيد رح تقول لي ايه ما عدنا وقت هواية اذا ما عدنا هي ليس لدينا ليس عندنا ليس لدينا يعني نفي وقت كثير استعجل ليس لدينا وقت كثير فبالحالة انت صار عندك خاف التيه منو يجيه المثبت منو يجيه النفي فالما عدنا هواية هذه خليه ببالك فاذا جملتك نفي كانت تختار لي منو اذا جملتك مثبت اختار الاقل نفس الحالة اذا يجيبوا لي much or a little وفرضا كانت بيلي time time لا هي منتهية بس ولا هي من ضمن الكلمات المعدودة فهي اكيد غير معدود زيان انا من اباو احنا الاختيارات اثنين هن غير معدود ما يصير اختار بكيفي نلجأ النفس الطريقة اذا جملت بيها نفي فنختار الهواية اللي هو وذا جملتك مثبت رح نختار القليل اللي هو شوية واضحة نعيدها بسرعة حتى نروح على الامثلة اذا الاختيارات عدي many وماتش a few a little ميم غين معدود غير معدود هذا نقول عليها مختلف واذا الاختيارات بالقوس ميم ميم معدود معدود غين غين غير معدود غير معدود فهذا نقول عليها مش شابه اذا الاختيارات مختلفة رح نباوع هنا ونختار على هالأساس لقينا s او من هاي الكلمات فهي باللون الاحمر تختار يا اما تختار many يا اما تختار a few اذا لقيتها مو من ضمن زن الكلمات ولا بها s فتختار اللي باللون الاسود اما ما تش اما لتال اذا كانت متشابه الاختيارات فاحنا بعد ما نباوع على بعض القوس نشوف قبل القوس من نلقي نفي نختار لهواية من نلقي الجملة بدون نفي نختار لشوية القليل وهذا موضوعنا خلي نشوف هاي الامثلة ونحاول يعني معدود غير معدود يعني انا تخدمني هاي الكلمة براذرز بها اسم فاختيار هو ماني لاحظتوا يعني شي هازن تقوت ماني ماتش براذرز فصار عدنا ماني ليش لانه انا هاي بها s جمع زين اي دون هاب اف يو اليتل اف يو معدود و غير معدود هذا غير معدود وهذا معدود هذا مختلف زين كلمة ورك اللي هاي موجودة لا هي من الجمع الشاذ ولا هي متهي بأس فبالحالة رح اجي اختار المعدود زين هاو ماني هاو ماتش الماني ويا المعدود والماتش ويا غير المعدود فود لا هي من الجمع الشاذ ولا من ته بأس فرح يكون اختيار ماتش اذا شنو مشابه مثلا قلتل غير معدود ماتش غير معدود ماني معدود افيو معدود بعد ما يخدمني الكلمات اللي هنا رح اضطر أباوع جملتي منفية لو مثبته فبما انه جملتي هنا منفية رح نختار اللي هو الماتش اما اذا كانت جملتي يعني الجملة مثبتة فرح نختار القليل اللي هو بهالحالة هنا عدنا ال خلي نروح نشوف كتابنا وملزمتنا طبعا هذا الشرح الموجود هنا عدنا يعني بين درج ضمن تحت مسمى المحددات هذي وكلمات تحدد وكمية هذا اللي حجيته بالبداية رح يكون موضوعة مشروح هنا بالضبط نفس اللي حجيته بالبداية الاسم المعدود هو اللي يمكن عده حسابه جمع عشاذ مثل كلمات car cars pen pens book boy boys man men child children هنا جبت جمع عشاذ وهنا كان قبل الجمع الاعتيادي الاسماء الغير المعدودة هي اللي ما يمكن جمعها مثل coffee ما نقول coffees طبعا في حالات معينة نقول coffees يعني إذا نقصد مثلا شون بالقو يقول أربع شايات يعني يقصد أربع أيضا يعني بالموضوع معلتنا هذي السوائل والكميات ما تجمع فالملك milk water waters sugar sugars باعوا هذا كل جنمين جمع وبالحالك جن الفيو والماني تجي تبع المعدود وإلى آخر هي هذا نفس الشرح هنا عدنا تجي الماني والماج معجومة للمن فيه سؤال بالhow والافيو والألة معجومة المثبتة كل كلمة تنتهي نقصد الاسم طبعا بأس جمع أو تكون من ضمن الجمع الشاذ وتقدر تكتب هنا الجمع الشاذ معنون كاتب الكيا بالصفح اللي بعدها هنا شرحت لو كانت الاختيارات في القوس مختلفة يعني الماني الماتش الافيو الذي يطل ننظر لبعض الاختيارات هل يوجد اسم ينتهي بأس أو جمع الشاذ أو لا يوجد مثل هذا المثال يعني هنا عدنا ماني معدود وغير معدود فهنا عدنا منتس اختار اختار افيو لاحظوا ندنبوع هنا ممكن عندي هنا how many or how much tith tith من الجمع الشاذ واختار نا الماني اذا كان عدنا لا تنتهي بأس ولا جمع الشاذ فهي يعني غير معدود و time لا هي جمع الشاذ ولا هي اس واختار نا little cheese لا هي جمع الشاذ ولا هي تنتهي بأس اختار نا ماتش اذا كانت الاختيارات مختلفة نباوع بعد القوس اما لو كانت الاختيارات بالقوس متشابه منية فيو اثنين معدود little much اثنين غير معدود فننظر لما قبل الاختيارات اذا عدنا نفي ناخذ الهواية اذا عدنا مثبت ناخذ القليل نفي ناخذ الهواية مثبت ناخذ القليل خلنا نروح للتمارين بالنسبة الامتحانات مدرسة تكون اختيارات طبعا وانت بكل بساطة كلمة تجوية جملة المثبتة فقط يعني بدون متبع وعلاق قبل ولا بعد بشوف لجملتك مثبتة اختار اذا كانت جملتك من في او سؤال اختار اني مثل هاي can I have some لو اني water please بما انه سؤال فاختار اني لو كانت جملة مثبتة فقال we don't have any هنا نفاها الجملة وصارت استخدمها هنا المثبتة I need some لو any water please فصارت some فهذه ما رح تعتمد على نفس قواعدنا هاي الاسما يمكن جمع ها يكون جمعها شاذ وليس من خلال اضافة الاس من من تو تي person people women women foot feet بالنسبة لكلمة oasis بالعكس يعني صير هذه oasis خلا اصلح لكم هذه هنا I وهنا I هذه موجودة بيونة 4 وهذا يعني اليونة 4 المغروضة لكم وهي من الكلمات الشاذ فت تنتبه لها child children mouse mice goose geese هذه جمع شاذ يعني ذن لي مو كل اش تهتم بها انا خليت مجرد زيادة لكن الكتابتهم بالبداية هم راح تهتم بهم عدنا تمارينين بالكتاب واحد موجود بلسن تسعة التمارينين بالكتاب تمارين سيء بكتاب النشاط complete the questions with much or money how much food بما عدنا food لا هو من الجمع الشاذ ولا من ته بأس فتصير how much apples معدود تصير many بيها s meals بيها s تأخذ many طبعا من البداية تكتب مثلا يعني تقول لنفسك انه many معدود والmuch غير معدود بعدها sleep ما بيها s ولا من الكلمات الشاذة much exercise ما بيها s ما تنتهي بأس أقصد ولا هي تجمع الشاذ much hours sleep هنا ساعات النوم هي مع انها الس التملك لكن خلي المشي على انه يجمع لانا ودي يسأل على ساعات النوم فالصير how many time بدون s ولا جمع الشاذ much times how many يعني نفس الكلمة إذا ضيف الها s يعني هنا معنات times مرات لاحظوا هي مترجمة أيضا تمرين دي بكتاب النشاط رح يسأل عن little و few فأيضا نفس الحالة جمع الشاذ عندنا few وأيضا هذه تريد تكتب هنا معدود هنا غير معدود حتى تعرف أنه تميز work ليس كلمة شاذ ولا s little minutes جمع few orange juice إذا وحد الورنج يجمع لكن بيها s قلي لا من الجمع الشاذ لا إذن هي little فهنا يقصد عصير البرتقال هذه الجملة نوعا ما نقول عليها شوية بها فكرة أنه لاحظوا ما بعد هالشي هنا ما موجود عندنا فرح نلجأ إلى نشوف القبل يعني هنا هو بيه سائل how much money money أيضا لا تعاد باللغة الإنجليزية أو المال هو يقصد نعم ك dollar و dollar فهو أصلا سائل على money لفلوس فتصير a little عندنا times بها s few وعدنا space بدون s ولا جمع شاذ a little وهذه more oranges نحن نحن عن oranges فتصير a few كلمة more يأتي واحد يقول لي ما يعدي more كل الكلمات كلمة المباشرة مثلا عندنا أقول لا بها الحالة more كلمة لا نعتمد عليها بتحديد الاختيار more لا نعتمد عليها بتحديد الاختيار بل بل الاسم الذي بعدها يعني انت من تشوف more وتلقي اسم وراها ممكن نقول more time time ما بها اس ولا هي من الجمع الشات فهذا تعتبر غير معدود يبقى عندنا تمرين واحد راح نروح لموجود بلسن تسعة تمرين اي بكتاب النشاط صبح 21 هذا هنا راح يصير عندنا يعني نباوع بعض الكلمات فعدنا time غير معدود بدا أخذ much there isn't time طبعا هكيد عندنا تقول هذا معدود oh money الماني غير معدود تاخذ a little times معدود تاخذ many more fruit more من علاقة بها fruit بدون s ولا من الجمع الشاذ فأصير a little عندنا space بدون s ولا من الجمع الشاذ much people جمع شاذ many وهنا هو يقصد على نفسه يعني يقول I think quiet يقصد بعد على people فنختار a few هذا التمريد نرجع للوزاريات الموجودة على هذا الموضوع النماذج الوزارية حاول يعني تتوقف الفيديو وتحل يلا تشوف الحلول المات يعني رح حل كل السنين حتى ليش تظل بعدين تقول لي ما موجود الحلول ورد تأكد من حلول لي مع أنه هنا معادات يعني يعني تعجب على الطالب يعني ينتظر يشوف حلول أنا أشوف حلول صح لو لا أنت المفروض فهم الموضوع تكون أنت متأكد من حلك مو بعدين أنا خلا أشوف الحلول أتأكد مو هي نفس الجملة تنعاد يعني أنا إذا حلس 14 مصال 16 خلاص الموضوع هنا كل مكررات فعلى العموم نحن مو متعاكزين من عالها نجي هنا بلا أس ولا جمع شاذ ماتش هنا عدنا ماتش و المتش شابه فلأن نفي ناخذ ماتش أورانجز أفيو قسم طبعا يقولون إذا تلقي الأ برة فنضمن لك هي أفيو طبعا يعني لألت أفيو هو مرح يجيب لك مثلا أ ويكتب لك ماني أكوان شايف يشرحون يعني جلماني لا يابا هو بالوزاري مرح يجيب ها يجيب ذني اثنين هنا اثنين ياخذ اه أصلا مرح يترك الكيها برة لاحظوا يعني يخلي دائما ويا نفس الكلمات مثلا لنفترض هسا هنا طبعا هي المفروض يجوز عني مكاتب ها بس ما يخلي لك برة ويقول لك تعال اختار هاي لا هاي انسوها هاي اي شي شغلة غلط فعلى العموم هنا عدنا مطلع الالتل والمات يعني اذا تجيب هنا بالفراغ فتلقي الالتل غير معدود والمات غير معدود مشابه بما انه عندنا فيه اختار مات اكسرسايز بدون اس مات سبيس بدون اس الاتل مور اورنجز بيها اس افيو وورك وورك بدون اس ولا بنجمع الشرط الاتل الفين وستطعش اكسرسايز بدون اس مات ادنا ماني الماني لا يعني معبلك تحسب بيها اس لا هل هي بنجمع الشرط لا اذا هوا مات اس بدون اس لا بما انه مشابه عندي مات والاتل اثنين هم غير معدود مشابه فرح امش على اس تاخذ مات اورنج بيها اس a few many much مختلف time غير معدود ما بيها اس much هنا a little ومات اثنين هم مشابهين فلانه عندي مثبت رح اخذ a little minutes بيها اس a few وعدنا meals بيها اس many الاثمن عدنا time ما بيها اس much اورنج جوس ما بيها اس a little butter جماعة جماعة اللكنة على اساس الاكس butter butter يابا butter butter اللي هي الزبد a little ما بيها اس ولا جمع شهر times بيها اس معدود فاصر a few times بيها اس a few معدود exercise ما بيها اس much غير معدود minutes بيها اس few معدود space ما بيها اس a little تساطعاش space ما بيها اس much time ما بيها اس much orange ما بيها اس little work ما بيها اس little apples بيها اس many times بيها اس few exercise ما بيها اس much oranges بيها اس few minutes بيها اس few time ما بيها اس much oranges ما بيها اس little meals بيها اس many عدنا space much ما بيها اس minutes بيها اس few people جمع شهر many معدود fruit ما بيها اس little people جمع شهر few عدنا hours sleep معدود many times بيها اس few 21 عدنا hours sleep ساعات النوم many space little exercise much ما بيها اس time ما بيها اس little sleep ما بيها اس much people جمع شهر few وعدنا times بيها اس many meals بيها اس many times بيها اس many orange ما بيها اس little وعدنا space ما بيها اس much 23 many ومتش هنا لأن عدنا time بدون اس نختار much وطبعا دور اول 23 اللي احنا قبل كم يوم اللي هم الادب وتطبيقي ما جابين من هذا الموضوع اعتقد هذا الموضوع سهل وبسيط واتمنى شرحتها بطريقة وافية وغطى كل الموضوع اتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم اشتركوا في القناة